كل سنة الجماعة يجون يقولون يوم عاشراء يوم فرح وسرور ليش؟ ليش هرح وسرور؟ قل لك النبي حينما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة في محرم رأى أن اليهود يصومون فسأل ما سبب صيامكم أو صيامهم؟ قالوا يا رسول الله هؤلاء يقولون أن موسى بن عمران في هذا اليوم انتصر على فرعون واغرق الله فرعون فهم يصومون قال أنا أولى بموسى يلا صوموا يعني النبي تعلم من اليهود دينا هذا واحد أصلا النبي ما هاجر في محرم ما كهو ما أحد من المسلمين يقول النبي هاجر في محرم مو في محرم سنين ثلاثة يقول صوم عاشراء كلمة عاشراء اقرأوا في التاريخ قبل مقتل الحسين ماكو شي اسم عاشراء العاشر من هذا الشهر عاشراء فقط لليوم العاشر من محرم اصطلاح على مقتل الحسين انت شهر العاشر من رمضان تسمي عاشراء لا أحد يسمي عاشراء قبل مقتل الحسين يوم العاشر من محرم ماكو هذا الشي مو تشذب مشكلته ما بيصموغ عدل كل ما تلزقه بالسماء يوقع لك عشرين تشذبه حتى يقولون يوم عاشراء يوم فرح ومستعب الصيام فيه يوم فرح اعلانات انا شايفها يوم عاشراء يوم فرح وسرور لا يوم حزن الله الله لا تجد قوما يوادون الله ورسوله بعدين يقولون على كافرين تتحب الله تتحب رسول الله تتحب قاتل ابنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا وفي حضنه ابنه ابراهيم من ماريا القبطية النبي بحياته فقط ابن واحد عنده ابراهيم وهالطرا فمخل الحسين نزلت ابراهيم قال ان الله لن يجمعهما لك احدهما لازم يروح النبي قال اخذ ابراهيم ابني ابراهيم لان ابراهيم اذا رحل فالذي يحزن عليه انا وامه اما اذا رحل الحسين فانا وامه والحسين والحسين ابراهيم يعني رسول الله سيد الانبياء سيد الخلق رئيس دولة ابراهيم ابراهيم يحترق العين تدمع ولا نقول ما يخذب الرب طبعا النبي كتله من العواطف النبي ما عنده عاطف ما عنده حو ما عنده حزن عواطف النبي نبيلة صافية طبعا يرجع على ثلاث طفل اللي مات وهو ابنه وحنا لما نروح للحاج نروح نتعنى القبرة ونسلم على إبراهيم هو طفل الحمد لله الذي اختار لك دار مقامه قبل أن يكلفك أحكامه من العبارات اللي فيه زيارة إبراهيم علي حسين يوم الفرح لو النبي موجود وهذا الحسين الذي كان يضعه على كتفه ويقبله ويمشي بعض الأوقات في المدينة يشوف الحسين دا يلعب ويا الأطفال يروح علي الحسين يشرد من عنده نبي يرقض وراه يأخذه يقبله يبوسه تقطعون راسه ويوم فرح تطلبون من عندنا نفرح أهل بيت النبي أعز علينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وزوجاتنا وعشائرنا والبشرية جميعاً إذا واحد من أقربائك مات لمناسبة الأربعين أجي واحد قام يضحق ويرقص تتويله هذا الحسين سيد شبابي أهل الجنة يقولوا أنتم لازم تفرحون تلبسون أحسن ثيابكم وتوزعون شاكلت بالشوارع هذا الشغل النفاق هذا الشغل بني أمية أن مقتل حسين يحولوا إلى عيد فرح أنه قتله الحسين ليش عنه في زيارة عشرة وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروا اللهم العنبني أمية قاطبة قاطبة الله العنب